السلام عليكم ازايكم يا دكاترة انا زمنتكم نادا عبد الرحمن من الفرقة الثالثة وان شاء الله اقول معاكم النهاردة في شرح سيكشن السيرف اس تنشن او التوتر السطحي في البداية حبيت افكركم طبعا بما ان احنا داخلين على ميت ترم ان لو انا احدكم همى بازالة جبل وهو واسقكم بالله لازاله يعني بكل بساطة زي ما احنا بنسعى و بنعمل للعلينا ما ينفعش ابدا ابدا ان احنا نقوهم الجانب الثقة بالله سبحانه وتعالى و جانب التوكل واخلاص النية لله بل المفروض اصلا ان الاخلاص النية والتوكل وكل الكلام ده ييجي قبل السعي فما ننساش ابدا الجانب ده اوكي خلونا بقى نبدأ احنا النهاردة عايزين نتكلم عن السيرف اس تنشن عايزين نعرف عن السيرف اس تنشن بقى كل حاجة القانون بتاعه والتجربة اللي بنعملها وكل الكلام ده ففي الاول خالص بتكلم عن حاجة اسمها الام او الهدف يعني هدفي النهاردة من ان انا قطع من الفيديو او من السيكشن ده انا عارف ايه اولا ان انا هنا بعمل يعني انا عايز احدد حاجة اسمها معامل التوتر السطحي للمية او لاي سائل تاني من خلال حاجة اسمها الكابلارتي او القصية الشعرية يبقى احنا دلوقتي هدفنا النهاردة ان احنا عايزين نعرف ازاي نحدد معامل التوتر السطحي بتاع المية او بتاع اي سائل من خلال الكابلارتي او القصية الشعرية تمام هيجي بقى دلوقتي عرفني هو ايه بالضبط ايه التوتر السطحي ده يعني ايه كلمة اصلا سيرف استنشان اللي انت مزهقنا بيها وعمل لها وعمل عليها سيكشن كامل دي بقى وكل بساطة السيرف استنشان ده عبارة عن ايه انا عندي جزيئات المية بيتكون ما بينها وما بين بعضها هيدروجين بوندس او روابط هيدروجينية قال لي ان الهايدروجين بوندس دي او الروابط الهايدروجينية دي بتخلي ان يبقى فيه قوة طلسك كده خفيفة او يعني التصاق ما بين الجزيئات وبعضها تمام يعني ذاتي عندي هيدروجين بوندس عملتلي قوة طلسك قال لي بس قوة الطلسك دي بتبقى قوية شوية على السطح فلما بتبقى قوية على السطح بتخلي لو انت حطيت مثلا حاجة على سطح المية زي دبوس او زي حاجة خفيفة هتلاقي ان الحاجة دي بتطفو مش بتسنك يعني مش بتغوس معاك فمعنى ذلك ان الروابط الهايدروجينية على السطح عملتلي زي طبقة كده او عملتلي زي شيت كده على سطح المية من فوق فخلتلي الشيت ده يقدر ان هو يشلي الحاجات الخفيفة بدون ما يخليها تسينك او تنزل تحت او تهوس فلذلك هنا بيقول لي ايه هي عبارة عن phenomenon يعني ظاهرة بيقول لي والله هي عبارة عن ظاهرة السيرفس بتاع الليكود او سطح السائل هنا بيتعامل كأنه elastic sheet يعني كأنه كده طبقة خفيفة قوي يعني elastic يعني حاجة مططية خفيفة قوي بتقدر انها تشلي الحاجات الخفيفة زي مثلا دبوس زي مثلا نحاشر وافع عليها بتشلهالي من غير ما تخليها تغوص لتحت ليه لان عندي hydrogen bondus تكويرت ما بين الجزائيات وبعضها خلت فيه التصاق او طلاصق او قوة طلاصق ما بينهم على السطح تحديدا قوية جدا اقوى من تحت فبالتالي لما اي حاجة تيجي تقف مش هتغوص بالعكس ده هتبقى فوق شوية او هتفضل فوق شوية طب امت هتقع لو انت ادت فورس او انت مثلا زقتها لجوه فقوتك انت المبارة هتبقى قوية فتخلي الحاجة دي ايه تقع جوه المياه يبقى ان دلوقتي التوتر السطحي قال لي انهو بيحصل له جزائيات سطح السائل يتصرف السائل هنا كما لو كان غشاء رقيق مرن كل هاجة هنا عبارة هكون هايدروجينبووندوس يملتو قوة التصوك ماا بين جزائيات المياه او جزائية السائل وبعضها وهو لو مختلفت كفوك تباكون متىهformed و فوق على السطح قد قوي Logan还 butted SUS و قبل اتtransition was Queen اي حاجة دهابس معدن tss اي حاجة خفيفة تقدر انها تفضل فوق ماتانجيش بتباك تحت تطول تحت هذا اسمه اظهرة التوتر السطحي بيبقى عامل زي الجشاء كده رقيق ومرين والكلام ده كله بيجي بقى يقول لي احنا عايزين دلوقتي نبدأ نفسر الظاهرة يعني الظاهرة دي بقى عشان نفسرها احنا محتاجين نتعرف على مصطلحين مهمين اوش قال لي في حاجة اسمها وهي حاجة اسمها وهي حاجة اسمها ادهيسف فورس كهيسف فورس يعني قوة تماثك و ادهيسف فورس يعني قوة طلوسك احنا عاملين نقول ان انا عندي الجزائيات نفسها بتبدأ ان هي تتلاصق او تقرب من بعضها فبالتالي ده بيعملي فورس اسمها الكهيسف فورس يبقى احنا عندنا اول حاجة خالص ان جزائيات المية لما قعدت تمسك 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 في بعضها عاملتلي حاجة اسمها الكهيسف فورس قوة التمسك لكن لما اجي اقول مثلا ان انا لما حطيت المية في الكوبية رحت المية مسكت في سطح الكوبية مسكت في الإزاز بتاع الكوبية يبقى معنى ذلك ده اسمه إيه؟ ده اسمه adhesive force يبقى أنا دلوقتي لو بقول إن أنا والله إذا أنا لما بكلم عن جزيئات المية ده جزيئات المية قربت من بعضها ده جزيئات المية مسكت في بعضها ده اسمه قوة تمازك اللي هي اسمها الcohensive force هي عبارة بيقولي عبارة عن قوة جسمه متبادلة يعني the force of attraction between إيه بقى؟ molecules of the same substance يعني between الجزيئات بتاعة المادة الوحدة والله لما جيت أبص على الجزيئات المية لقيتها إنها بتمسك في بعضها بتمسك في بعضها ده معناه إيه؟ قوة تمازك معناه cohesive معناه إن فيه attraction أو فيه جذب حصل ما بين الموليكيورز بتاعة السيم substance ما بين الموليكيورز أو الجزيئات بتاعة نفس المادة ولكن جيت أحط المية أو جيت أحط السائل في كوباية فقامت المية عملاني قوة تجازب مع سطح الكوباية الإزاز يبقى ده اسمه إيه؟ adhesive force adhesive force يعني قوة طلاصك يعني أنا بقى عندي force of attraction ما بين سطحين أو ما بين different substances ما بين مادتين مختلفين اللي هي مثلا السائل بتاعي اللي هو المية لما مسك في مين؟ لما بدأ إن هو يمسك فيه سطح الإزاز بتاع الكوباية اللي أنا حطيته فيها يبقى أنا عشان أفسر النظرية كويس أو أفسر ال surface tension كويس ماحتاج أعرف إن فيه cohesive force معناها إن ده تماسك أو قوة جذب ما بين المادة الوحدة ما بين جزيئات المادة الوحدة وادهيسive force اللي هي قوة جذب بس إيه بقى تمام؟ هنا برضو بيكلمني على نفس الحاجة بيقولي والله إحنا عندنا أي liquid زي ما إحنا شايفين كده بيكون فيه hydrogen bondis موجودة على السطح فالhydrogen bondis اللي موجودة على السطح بتخلي السطح كأنه stretched membrane كأنه غشاء كده على الوش الغشاء دماله بيقدر إن هو يشيلي الحاجات الخفيفة بيقدر إن هو يشيليها لي على السطح ويحافظ لي عليها إنها ما تعملش إيه إنها ما تغسل تحت لكن لو أنت جت من بره وروحت زائقها ما هو طبيعي جداً لما أنا أزوقها من بره يبقى أنا عملت فرصة عالية يبقى أنا حطيت قوة عالية عليها من بره فهتبدأ إنها تغسل إيه بقى تغسل تحت هو ده هو ده التفسير اللي هو بيشرحه وينا بيقولي إن أنا عندي الhydrogen bondis على السطح بتبقى قوية قوي أقوى من اللي جوة فالروابط اللي بتتكون على السطح بتبقى قوية فبتعمل لي زي غشاء stretched membrane غشاء رهوية كده على الوش الغشاء ده بيشيلي الحاجات الخفيفة فما بيخليهاش تنزل لتحت لكن لو أنت جيت من بره وزائتها تروح نازل عادي لأن القوتك من بره تبقى أقوى من قوة إيه من قوة الروابط الهيدروجينية المتكونة لأنها في النهاية روابط هيدروجينية ضعيفة ما بين جزئيات المية فأنت لو جيت عملت كده خلاص الحاجة دي هتعمل sinking وهتنزل لتحت ولكن طبعاً الروابط اللي بتبقى جوة كده كده مش قوية قوي لكن اللي على السطح بتبقى أقوى حاجة فبتعمل لي إيه بقى التوتر السطح اللي احنا منشوفه طيب حلو احنا دلوقتي دخلنا في الكوفيشنط بقى نفسه معامل التوتر السطحي يعني إيه surface tension coefficient اللي is defined as the ratio of surface force to the lens أنا عندي بالرحة أنا عشان أقول معامل التوتر السطحي أنا محتاج حاجة من اثنين قانون من قانونين لا إما هقول قوة على لنس على طول قوة على طول أو شغل المبزول على المسيح يبقى أنا بقول دلوقتي لو أنا عايز أقول surface tension coefficient أنا كده بتكلم على قانون من اثنين لإما هجيب نسبة ratio ما بين الفورس اللي هي القوة لللنس اللي هو الطول لإما هجيب ratio ما بين الwork اللي هو الشغل المبزول لمين للإريا اللي هي المسيحة ليونة إريا يبقى لما يجي أعرفه هقول للratio of surface force اللي هي الفورس tool lens يبقى force على lens اللي هو عبارة عن قوة على طول تمام أو هقول حاجة تانية هقول والله ده ده work done bear unit area يعني هو الشغل المبزول على المسيحة فهو بيقولي فوق هو الكوة السطحية المؤثرة على وحدة الأطوال يعني أنا بتكلم على قوة وحدة أطوال قوة على lens قوة على طول تمام أو هو مقدار الشغل المبزول لزيادة المسيحة يعني إيه برضو مقدار الشغل المبزول لزيادة المسيحة يبقى أنا بتكلم على work done اللي هو الشغل نفسه على مين bear unit area يعني على المسيحة يبقى دي لما أقول كلمة coefficient ليه التوتر السطحي أو معامل للتوتر السطحي يبقى أنا هيجي ببالي حاجة من اتنين إما أن أنت بتقسم force على lens بتقسم قوة على طول أو أن أنت بتقسم الشغل المبزول اللي هو الwork done على مين على unit area على المسيحة بس يبقى الاتنين دولي على طول بيجوب بالي أو المقول معامل التوتر السطحي حلوة أوي هنا بقى القوانين بتاعتنا بدأ التوضح هبيقول لي والله الت هتبدأ تسويلي اللي هو طبعا معامل التوتر السطحي بتاعنا هتبدأ تسويلي إيه force على tool force على lens أو work على مساح يبقى work على A اللي هي المسيحة يبقى T اللي هو معامل التوتر السطحي هيئكوال F على L يعني force على lens أو هيئكوال E بقى W هي work done على مين على ال E اللي هي المسيحة فلذلك عايز بقى أما جي يجيب الوحدة هتبقى عبارة عن E اللي هتبقى عبارة عن dine على سنتيمتر يبقى لو أقول دبعا الجزء الأولاني هو الفورس على L اللي هي lens يعني فهذا هيبقى dine على سنتيمتر أو الناحية الثانية work هيبقى urge على سنتيمتر طبعا سكوير يعني هبقى سنتيمتر مربع عشان ده مساحة حلو؟ يبقى أنا F على L هتبقى dine على سنتيمتر W على L هتبقى urge على سنتيمتر E سكوير تمام؟ يبقى ده كده وحدة القياس طلعتها من القانون نفسه يبقى أنا لو عايز T أو معامل التوتر السطحي على طول يجيب بالي حاجة من 2 أو أشوف وحدات القياس بتاعة الكمبوننت اللحنا حطينا في القانون أصل والله نعايز مثلا وحدة القياس بالقانون F على L يبقى أشوف مثلا F يبقى dine على سنتيمتر W على A يبقى urge على سنتيمتر تربيح بس كده بعدين بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي أن السيرف استنشن كوفاشن أو معامل التوتر السطحي بيعتمد على حاجتين لأي سائل في الدنيا أول حاجة نوع السائل نوع السائل دي هتوضح لنا في السلايد اللي جاية أو في السلايد اللي جاية حديدا بعد ده ده نوع السائل هو الليكويد طيب يعني إيسا ده بقى ميا زيقبك مش عارف إيه كل الكلام ده بيأثر على معامل التوتر السطحي طب الحاجة التانية قال لي temperature أو درجة الحرورة إيه بقى إعلقة temperature أو درجة الحرورة قال لي ما هو بكل بساطة إحنا لما بنيجي نزود درجة الحرورة أو نسخن السائل إيه اللي بيحصل إنت لما بتيجي تسخن الميا إنت بتقصر الروابط الهايدروجينية أصلا إنت بتقصر إيه الهايدروجين بوندس اللي تكونت إيه إنت عملت تقلل من قوتها أو تقصرها فبالتالي أكيد أكيد طلبا إنت أصلا بتقصر في الهايدروجين بوندس اللي هي أصلا بتعملي التوتر السطحي يبقى ده أكيد إن زيادة درجة الحرورة بيقصر الهايدروجين بوندس ومن ثم بيأثر لنا على الإيه السيرف استنشان كوفيشن طب بالنسبة لنوع السائل نبص مع بعض دلوقتي هو هنا عايز يبدأ يشوف إيه اللي هيحصل لما أنا هجيب ميا ومركري أو زيبك وحطوهم على لوح زوجيك إحنا عايزين نقارن ما بين الاثنين من ناحية إيه بقى هنقارن من ناحية إيه قال لي هنقارن ما بين لو نفتكر إحنا لسه عايزين في حاجة اسمها قوة تماسك ما بين جزيئات السائل وبعضه وقوة تلاصف ما بين السائل وما بين الإزاز أو ما بين الكوباية الكلام ده كله وعايزين نقارن برضو في الزاوية حاجة اسمها زاوية التماس اللي هي السيتا تمام يحنا عايزين نقارن ما بين قوة التماسك وقوة التلاصف مين أكبر ومين أقل وعايزين نقارن ما بين حاجة اسمها زاوية التماس او السيتا وفي عامل برضو ان هو يبلل زجاج ولا لا يبلل زجاج هرفها مع بعض بالراحة لو لما نيجي نبص على الميركوري اللي هو الدايرة اللي فوق دي ماشي المفروض اللي بيحصل وكل بساطة احنا لما بنحط الزئبك الزئبك بيروح عاملي كيرف لجوه يعني ايه بيعملي كيرف لجوه يعني انت لما تيجي تعمل تجيب كوباية وتحط فيها زئبك او تحط فيها ميركوري هبص تلاقي ان الكيرف نفسه لجوه طيب نكابل مع بعض احنا عندنا هنا قال لي لما بنجي نحط الزئبك بقى في الكوباية الازاز دي ايه اللي بيحصل او على اللوح الزجاجي ايه اللي بيحصل قال لي المفروض ان جزيئات الزئبك او الميركوري بتمسك في بعضها يعني ايه بتمسك في بعضها يعني احنا عندنا قوة التماسك ما بين جزيئات الزئبك علي قوي فالجزيئات بتمسك في بعضها وبتبعد عن الكوباية الازاز من الناحيتين يعني انت لو حطه في كوباية ازاز هتبص تلاقي الكيرف نازل لتحت حطة الكيرف نازل لتحت هبنلنا اكتر في سلايد جاية ولكن احنا عايزين اللي عايزين نفهمه ان الزيبك بيحب بعضه قوي يعني الجزياءات نفسها بتحب بعضها قوي قوة التماسك ما بينها عالية قوي اهلا من قوة التلاصق فبالتالي بتبدأ جزياءات الزيبك تقفش في بعضها تمسك في بعضها وتبعد عن ايه تبعد عن اطراف الكوباية اللي احنا حطنا فيها من الناحيتين فلما تبعد عن الاطراف من الناحيتين تبص تلاقي ايه بقى الزيبك بيسحب نفسه ينزل لتحت فالكيرف تلاقيه نازل لايه بقى لتحت على عكس المية بقى قال لي المية الكيرف هيبقى لبرة يعني ايه الكيرف هيبقى لبرة المية بتحب قوي بتحب قوي الازاز ده او بتحب السطح بتاع الازاز من الناحيتين فتقوم جزياءات المية تروح تقفش في مين تقفش فيه السطح الزجاجي من الناحيتين فبصت لايكير في طالع لبرة ليه؟ لأن قوة التلاصق نفسها عند جزائقات المية اللي هو القوة اللي بتخلي المية تنجذب للإزاز عالية قوي أعلى من قوة التمسك ما بين جزائقات بتاعت المية وبعضها فبتخلي المية تهرب تروح للإزاز نفسه وتبعد عن الجزائق بتاعت المية نفسها وتبعد عن بعضها ما تمسكش ببعضها هو ده اللي كاتبهولي بيقول لي إيه؟ بيقول لي في الزئباك أو في الميركري قوة التماسك ما بين الجزائقات بتبقى أكبر من قوة التلاصق يعني إيه قوة التماسك؟ يعني الجزائق بتحب بعضها قوي فتبدأ تقفش في بعضها وما تروحش للمين وما تروحش للإزاز من الناحيتين أو ما تروحش للروح الزجاجي فلما ما تروحش للروح الزجاجي تروح واخدق بعضها ونزلت تحت فبصت لايكيرفة على الرأس ما نزلت تحت تمام؟ طيب قال لي هنا السائل لا يبلل الزجاج السائل لا يبلل الزجاج يبقى أنا بالنسبة لي هنا الزئبق لأنه أصلا بيصابت مع بعضه هو بيحبش الإزاز فهو بالتالي مش هيبلل إيه لا يبلل الزجاج طب زاوية التماس هتبقى أكبر من تسعين زاوية التماس هتبقى أكبر من كم تسعين المفروض إن زاوية التماس دي هي الزاوية اللي بتكون موجودة ما بين سطح السائل بتاعي ما بين الزجاج مثلا أو ما بين اللوح الزجاجي او ما بين مثلا اي حاجة انت حطيتها في امبوبة انت حطيتها فيها فالسطح بتاع السائل تقطعه مع اللوح الزجاجي بيعملي زاوية هي دي زاوية التميس هي دي اسمها السيتا او زاوية التميس فهنا في الزهبك زاوية التميس بتبقى اكبر من 90 يبقى هو بيحب بعضه فقوة التميسك اكبر من قوة الطلاصق تمام وبالتالي ما لا يبلل لا يبلل الزجاج ما هو بيحبش ازاز اصلا هو بيحبش الازاز فمش هيروح يمسك فيه ما مش هيبلله وفي نفس الوقت زاوية التميس بتكون اكبر من 90 طب بالنسبة للمية الموضوع معكوس المية اصلا بتحبش الجزايا بتحبش بعضها فبالتالي بتروح تقفش بالازاز وتسيب ايه وتسيب الجزاياات اللي شبهها يعني قوة الطلاصق بين جزاياات المية مالها قوة الطلاصق ما بين جزاياات المية والازاز بيت اكبر اصلا من قوة التميسك ما بين جزاياات المية وبعضها فبالتالي طبعا السائل يبلل الزجاج طبعا ما هو بيحب الإزاز بيموت فيه فبالتالي يفيشه ببعض فيحصل إيه أن السائل المية بتاعتي أو السائل بتاعي هيبدأ أن هو إيه يبلل إيه الزجاج زاوية التماس هنا بتكون أقل من 90 يبقى كل اللي احنا عايزين نطلع منه هنا إن الميركري أو الزئبق بيحب بعضه قوي فالتماسك ما بين الجزئات وبعضها أكبر من التلوسك بتاع الزئبق مع الإزاز فبالتالي لا يبلل وفي نفس الوقت زاوية التماسك ما بين الجزئات المية وبعضها فبالتالي زاوية التماسك هتكون أقل من كم من التسعين يبقى نحاول بس نجمع مع بعض كده إن الكرفة بتاع المية البرة لكن الكرفة بتاع الزئبق لأنهم يحبوا بعد بينزلوا ويأخذ إيه الجزئات بتنزل وتاخد بعضها تجمع بعضها لتحت يبقى الكرفة لتحت تمام هنا بيقول لي بقى يعني إيه كلمة الأنجل أوف كونتكت أو زاوية التماس أو اللي إحنا بنسميها السيتا تمام نكمل بقى إحنا قلنا إن في حاجة اسمها زاوية التماس أو الأنجل أوف كونتكت يعني إيه زاوية التماس أو الأنجل أوف كونتكت إحنا قلنا إن هي بتكون عبارة عن الزاوية اللي بتكون محصورة ما بين المماس لسطح السائل يعني السائل نفسه اللي هو المياه مثلا اللي هو الزاوية ما بين المماس بتاع المياه وسطح المادة الصلبة اللي هو الإزاز اللي انت حطيت فيه الكوباية الإزاز اللي انت حطيت فيه المياه مثلا فقال إن هي عبارة عن الأنجل made by tangent at the point of contact of liquid surface يعني هنا باخد إيه باخد الزاوية اللي موجودة ما بين surface بتاع الليكود والtangent plane اللي هو المماس اللي هو بتاع مين بتاع السولد إيه بتاع السولد سورفاس اللي هو اللي أنا حطت جوه الليكود يبقى أنا دلوقتي باخد الزاوية ما بين إيه ممسين المماس بتاع المماس بتاع الليكود سورفاس والمماس الناحية التانية بتاع مين بتاع السولد سورفاس أو بتاع المادة الصلبة اللي انت حطت عليها إيه اللي انت حطت عليها السائل مثلا لوح إزاز كوباية إزاز آيان كاد يبقى دي اسمها إيه اسمها زاوية التماس أو السيت أو الأنجل off contact هنا تاني بيعيدلي تاني بيقولي يعني إيه كلمة capability أو القصية الشعرية طبعا إحنا فيه من capability معناها إن أنا بعمل ارتفاع أو بعمل انخفاض في سائل معين في الأنابيب الشعرية اللي هي بيكون كترة صغيرة جدا بس هو ده معني أن أنا بعمل انخفاض أو ارتفاع فيه اللساء المعين زي المية مثلا في الأنابيب الشعرية الزجاجية فهو بيقولي إن الكابيلاراتي هي البربرتي أو فرايز أو ديبراشن أو الليكود إنسايد أكابيلاري تيوب بعمل ارتفاع أو انخفاض لساء المعين في الأنابيب الشعرية اللي هي بيكون كترة صغيرة ورفيعة والكلام ده كله هنا بقى بنددأ نشوف الحتة اللي أنا كنت بكلم عنها بتاعة الكيرف لو جينا نبص كده هنبص نلاقي المية الكيرف بتاعها طالع لفوق يعني المية من الناحيتين عاملالي لازقالي في السطح بتاع الإزاز من الناحيتين لكن الميركري عامل كيرف لتحت ده الميركري بياخد بعض ويسحب بعض وينزل لتحت بيحاول على قد ما يدر أن هو يعملين هو يبعد عن السطح من الناحيتين فبالتالي بيبقى الكيرف نفسه إيه بقى لتحت فبصت لقي الميركري كونفكس لكن الووتر هيبقى كونكيف تبصت لقي الزئبك حاجة محدبة الكيرف نفسه لجوة لتحت لكن الماء حاجة مقعرة حاجة كونكيف بتحاول إنها تمسك في الجدار نفسه بتاع الأنبوبة من الناحيتين تمام؟ يبقى إحنا عندنا كيرف المية دايما هبصت لقيه لبرة فهنقول عليه إيه؟ هنقول عليه كونكيف يعني هنقول عليه برضو مقعر لكن كيرف الميركري هبصها لقيه لجوة فأقول عليكم فيكس أقول عليه محدب هنا بقى عايزين نعرف بقى القانون نفسه اللي بيحدد لنا المعامل بتاع التوتر السطحي القانون اللي هو T اللي هو معامل التوتر السطحي أو serve extension coefficient بيإكوال الرو اللي هي الكسافة بتاعت المية أو الكسافة بتاعت أي سائل multiply by هنضربها في الجي اللي هي gravity acceleration تمام؟ وبعد كده هنضربها في ال H اللي هو ارتفاع السائل نفسه في الأنبوبة اللي أنا بحط فيها والأنبوبة الشعرية اللي هو height of the water أو السائل أيا كان into the capillary tube وآخر حاجة خالص من ضربهم فيها الر اللي هو radius أو نص كتر الأنبوبة نفسها وبعد كده نسم ال rho في الجي في ال H في ال R على اتنين يبقى T بيإكوال E بيإكوال رو في جي في H في R على الاتنين ال rho النتاني الدانستي أو الكسافة الجي هو gravity acceleration اللي بعشرة ال H اللي هو ارتفاع المية في الأنبوبة الشعرية وآخر حاجة خالص ال R اللي هو ال radius أو نص الكتر بتاع الأنبوبة الشعرية طبعا مش شرط المية بس إحنا ممكن نحدد من ده ال coefficient بتاع أي سائل عادي تمام خطوات العملي أو ال Experimental Procedure إحنا بنعمل هنا إيه بكل بساطة الهدف هنا إن أنا معي المعطيات كلها غالبت بس أنا هنا ببدأ إن أنا أحط الأنبوبة وببدأ إني أحسب أكتر من مرة هنبص اللي كده واحد اتنين ثلاثة حد تقريبا المحاولة السبعة أنا هنا ببدأ إني أقيس أكتر من مرة ال H أو الارتفاع ليه؟ عشان ببدأ إني أجمع كل ال Hات اللي أنا خدتها وأسهمهم وجيب الأفرج عشان أحصل على رقم دقيق قوي من الارتفاع بتاع السائل في الأنبوبة الشعرية فبالتالي كل التقرار اللي أنا عملته أصلا كان هدفي منه إيه سواء واحد أو اثنين لحد موصل لسبعة إنه أنا بس بحاول إني أخد أدق رقم لمين لل H بتاعتي وبعد كده هو بيديني أصلا المعطيات كلها بيبدأ إن هو يديني يديني مثلا G هنا مديهالنا ب 980 وبعد كده بيديني بيديني طبعا الروح هنا وحسابها ثلاث مهارات فأنا عندي H1, H2, H3 وبعد كده هيجمعهم ويقسمهم على العدد بتاعهم يعني مثلا أنا عندي ثلاثة هنا فيجمع H1 زايد H2 زايد H3 وهيسم على H3 الرقم اللي هيتلع له يبدأ إن هو يعود به في القانون بتاعنا اللي احنا عارفينه اللي هو T بيأكل الرو في الجي في الـ H في الـ R على الاتنين يبقى كل التقرار اللي احنا نعمله أصلا في الخطوات العملي دي إن أنا بحاول بس إن أنا أجيب الـ Average أو أجيب رقم دقيق قوي لإلقيتش أو الارتفاع بتاع السائل في الأنبوبة الشعرية وبعد كده كل المعطيات البقية هو بيكون مديهالي فأبدأ إن أنا أخدها وقسم في القانون أو عوض في القانون على طول وبدأ إن أنا أطلع T أو Surface Tension Coefficient تمام إحنا كده خلصنا هو سكشن صغير أتمنى تكونوا فهمتوا وثانكيو لو في أي feedbacks أو questions نقدر نسابها في الكومنت شكرا